اختتمت فعاليات مسابقة بن فقي لحفظ القرآن الكريم التي تبنت تنظيمها شركة بن فقي للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاون مع جمعية خدمة القرآن الكريم حيث تم الإعلان عن هوية الفائزين بالمراتب الأولى للمسابقة الصلاة والسلام على محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه ورواه حديث نبوي آثرت مسابقة بن فقيه للقرآن الكريم اقرأ وفي دورتها الأولى على أن تستقي سمو أهدافها من خلال ما حمله الحديث الشريف من بشارات دنيوية تتبعها مفازات في الآخرة لكل من أسهم في نشر تعاليم القرآن الكريم هذا معناته أن هناك سيفتح باب كثير كبير لابنائنا لدخول في هذا المجال وتركيز على تعلم القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم إن شاء الله فوائد مجتمعية من المؤكد جنيوها من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات التي تزيد من نسب الإقبال وتوسع من نطاق المنافسة الإيجابية بين جميع فئات المجتمع وبالأخص الشباب منها لاكتساب ما أمكن من علوم القرآن هذه المسابقات لها دور كبير وكبير جدا في تقييم العمل القرآني وفي تشجيع الشباب على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الشباب اليوم في أمام مغريات كثيرة ومثل هذه المسابقات مثل هذه الجوائز شقة وبعض المسابقات سيارة وبعض المسابقات مبالغ مالية مجزية مثل هذه الأشياء تشجع الشباب في زمن الفتن وزمن المغريات والملهيات تشجعهم على الإقبال على كتاب الله شركة بن فقيه للتطوير والاستثمار العقاري وبتعاون وثيق مع جمعية خدمة القرآن الكريم استطاعت أن تقطف المرادة من خلال تبنيها لهذه المسابقة في الحقيقة احنا العمل اختارناه لتشجيع الشباب أنهم يتنافسهم في كتاب الله وبالعكس هذا من الأشياء اللي احنا فعلا نكون فخورين فيها كشركة وطنية ندعم الغرآن الكريم واحنا بالعكس في تشجيع دائما الأمور اللي اتخص ديننا الحنيفة بعد جهد واجتهاد نال نصيبه الوافرة من الفوز بالجائزة الأولى للمسابقة بما أني دعيت لمشايخي فلهم الفضل الكبير بعد الله في تدريبي واعدادي وتقديم النصائح لي سواء فترة المسابقة والفترة السابقة للمسابقة نفسها كما ساعدتني من مشاركاتي في المسابقات الدولية والمحلية في تحقيق هذا المركز بحمد الله مسابقة بن فقي قسمت إلى ثلاث فئات تنوعت بين حفظ عشرة وخمسة وثلاثة من أجزاء القرآن الحكيم خلال فترة لا تزيد على تسعة أشهر ثابر فيها المتسابقون لرفعة ما شاركوا من أجله لتلفزيون البحرين محمد رشادات